بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم النظام الذي في القرآن الكريم هو نظام الإمام والنظام الإمامي هو نظام يعينه الله وكما أنه ليس من حق البشر أن يعين نبيا على الله فليس من حقهم أن يعينوا الإمام الذي يتبعونه في حياتهم لكي يوصلهم إلى رضا الله عز وجل ومن ثم الجنة أن يكون باختيار الناس أنت تختار وصيك والجيران لا تسبح لهم بأن يختاروا لك وصيك ولكن ما يرتبط بالله ليس من حق الناس أن يعينوا إماما كما أنه ليس من حقهم أن يعينوا نبيا القرآن الكريم حينما يتحدث عن امتحانه لإبراهيم الخليل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جعلك للناس إماما بعد أن نجح في الامتحان أعلن الله أنه جعله إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين سواء كان الظالم سابقا أو كان الظالم في نفس الوقت المهم أن الله لا يعطي هذا المنصب لمن أشرك بالله ولو ليوم واحد فيما سبق لأن الشركة كما يقول ربنا في كتابه الكريم على لسان اللقمان يا أبني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم أظيم وربنا لا يعطي الولاية لأحد كان من الظالمين لا يعطي جائزة الإمامة لمن كان مشركا بالله على كل حال الإمامة منصب رباني إلهي يعينه الله فيما يرتبط بالأئمة من بعد رسول الله لقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم من هم الأئمة من بعدية عشر كلهم من قريش وأول الأئمة هو الإمام علي الذي يدور معه الحق حيث ما دار ويدور معه القرآن القرآن مع علي وعلي مع القرآن وبعده الإمام الحسن الإمام الحسن حيث نستقبل ولادته في هذا الشهر الفضيل بعد يومين بعد يومين الإمام الحسن سلام الله عليه هو سيد شباب أهل الجنة ولد إماما بنص كلام رسول الله حيث قال الحسن والحسين إمامان قام أو قعد لم يقل سيكونين إمامين وإنما قال إمامان فولد الإمام الحسن السبط الأكبر كما ولد الإمام الحسين وهما إمامان يعني في تاريخ مختصر للإمام الحسن لا بد من القول أنه ولد من نسل علي وفاطمة وهو أول مولود بينهما ثم عاش في عهد رسول الله سبع سنوات يعني أهم سنوات حياة الطفل هي السنوات السبع الأولى أهم سنوات حياة أي طفل من الأطفال خاصة الثلاثة الأولى من حياة المرء شخصية الطفل تتكون وتتربى في هذه السنوات وقد عاش في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع سنوات ومن ثم تكونت شخصيته الربانية في حضن سيد الخلق وإمام الأئمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمه أيضاً اختاره الله له وأيضاً هناك مجموعة من المستحبات على الوالدين أن يقوم بها في حياة الطفل وهي عند كل المسلمين مستحبات ماذا نعمل بالطفل إذا ولد نؤذن في أذنه اليمنى وأن نقيمه في أذنه اليسرى وإلى آخره الصدقة عن العقيقة وإلى كل هذه فعلها رسول الله بالإمام الحسن يعني عملياً النبي يبين أحكام الشريعة فيما يرتبط بالأطفال بطريق عملية وهو ما قام به مع الإمام الحسن والإمام الحسن هو الصبت الأكبر وهو سيد شباب أهل الجنة وأيضاً كان الإمام الحسن لنباهته لما حضاه الله عز وجل يحضر مجالس رسول الله ويستمع إليه فإذا نزلت على رسول الله آية وبينها النبي للمسلمين كان يأتي إلى البيت ويخبر أمه فاطمة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن الإمام عليه حينما كان يأتي للدار كانت فاطمة سلام الله عليه تخبره بالذي سمعه الإمام عند النبي كان الإمام يتعجب من الذي أخبرك قالت ابنك الإمام الحسن ولدك هو الذي أخبره وفي يوم من الأيام اختفى حسب تعبيري أنا الإمام الإمام علي وراء الجدار وحينما جاء الإمام الحسن وأراد أن يتلو ما سمعه من جده رسول الله تلعثم فقال كلا لساني لعل سيداً يرعاني هيبة الإمام علي كانت قد أخذت الإمام الحسن المهم أن الإمام الحسن ولد إماماً وفي حضن رسول الله وفيما بعد عند فاطمة الزهراء والإمام علي سلام الله عليهما تربى وشارك في كل الحوادث التي وقعت للإمام علي كان يده اليمنى كان الإمام الحسن يساعد أباه وتعرفون أن الرجال العظماء الذين يقومون ببعض المهام محولهم وماشخاص متميزون الإمام الحسن ولد متميزاً أراد الله أن يكون متميزاً لأن الله أراد أن يكون إماماً ربانياً يهد الناس إلى الصلاة المستقيم ومن ثم فإن الإمام الحسن شارك مع الإمام علي في حروبه الثلاث يعني في معركة الجمل وفي معركة صفين وفي معركة النهروان وهذه كانت معارك خربية لكن قبل ذلك وبعد ذلك كان مع الإمام علي مرافق الإمام علي سلام الله عليه وفي بعض المسائل عندما كانوا يسألون علي سلام الله عليه يشير إلى ولده الحسن أي اسألوا من الإمام الحسن حتى في بعض الأحكام في القضاء كان الإمام علي يشير إلى الإمام الحسن حتى هو الذي يفتي في القضاء وحدث في عهد الإمام أنه قبض على رجل وبيده خنجر والخنجر يقطر منه الدم ووجدت جثة في خربة والرجل كان خارجا من الخربة فأمسكوا به واتهموه بأنه هو القاتل وحسب الظهر هذا هو الأمر لأن الرجل جاء من خربة وفي الخربة جثة لرجل قد قتل للتو وبيده هذا الرجل خنجر يتقطر منه الدم ومن ثم حكموا عليه بالقصاص أنه لا بد أن يقتل ولكن حينما أخذوه إلى عملية القصاص جاء رجل وقال يا أمير المؤمنين أنا القاتل وهذا الرجل بري وسأل الإمام أنه هل أنت الذي قتلت قال لا يا أمير المؤمنين وقال الإمام لم أعترفت لماذا قلت أنا القاتل قال وماذا كان يمكن أن أقول وقد أمسكوا بي وبيدي خنجر يتقطر منه الدم وجثة قتلت للتو فالإمام هنا أشار للإمام الحسن أن يحكم هنا قاتل قد اعترف ثم تراجع عن اعترافه وقاتل آخر اعترف لم يقبض عليه مسبقاً إنما هو جاء واعترف بالقاتل وقال الإمام الحسن يطلق صراح القاتل الحقيقي الذي جاء واعترف بأنه هو القاتل ويعطى أدية من بيت المال لهذا القتيل الإمام سأل القاتل الحقيقي لماذا اعترفت أنت وقد نجوت من القتل قال يا أمير المؤمنين تدرون من الذنوب التي تورث الندم مباشرة ذنب القتل من يقتل إنساناً بريئاً يشعر فوراً بعد قتله بالذنب هذا شيء جعله الله في ضمير الإنسان وحتى قابيل تحسر وندم وتكلم بما تكلم عن الغراب إلى آخر المهم قال يا أمير المؤمنين قتلت هذا فندمت على مقتله ثم حينما سمعت أن غيري قد أخذ بدمه وأنه سيقتر قلت أذهب إلى ربي وعلي دم واحد أفضل من أن أذهب إليه وعلي دمه بريئين شخصين الإمام علي كان يستشير الإمام الحسن كان يطلب منه المشهور وكما كان طبعاً النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى الإمام علي ويستشير الإمام علي حتى أن كفار قريش قالوا ويقولون هو أذن يعني كأنه أيش الإمام علي يقول النبي يسمع ويقبل قل أذن خير لكم كان الإمام الحسن في موقع الإمام علي سلام الله عليه بعهده إضافة إلى أنك حينما تقرأ التاريخ تجد أن الإمام علي كان يرسل الإمام الحسن لبعض المهام الصعبة في قضية معركة الجمل أرسل أرسل الإمام علي ولده الحسن لكي يحط الناس على المشاركة في الجهاد ضد أرسل أرسل جداً في حياته وأعوذ بالله من الأنا والإنانية وحب بالذات أنا شخصياً أرى أن ما قال هو الإمام الحسين في كربلاء إن أخي كان خيراً مني لم يكن مجرد مجاملاً من الإمام الحسين لأخيها الإمام الحسن تحمل الإمام الحسن أكثر مما تحمل الإمام الحسين والإمام الحسين كما يقول الإمام الصادق صلى الله عليه لم يكن يتكلم في محضر أخيه الحسن إذا كان خاضراً لأن يكون الإمام الحسن خاضر والإمام الحسين أصغر من الإمام الحسن لم يكن يتكلم في المجلس مدام الإمام الحسن خاضر كما كان الإمام علي في حضور رسول الله لم يكن يتكلم وأيضا تحمل يعني نظر أحيانا يقوم سائر ضد الظلم ويقول كلمته وثم يقتل لكن الإمام الحسن بقي بعد ما حدث في معركة الصفين بعد ذلك نهروان على كل حال بقي في عهد معاوية من أبي سفيان وكان معاوية رجل لو أدرك الإمام الحسن أي انتصر على الإمام الحسن لم يكن يقتل الإمام الحسن ولو كان يقتله لكان الإمام يواصل الحرب ضد معاوية الإمام الحسن كان يعرف معاوية ويعرف أنه يريد أن ينتصر على الإمام الحسن ومن ثم يأخذه ويقول اذهب فأنت الطليق أو اذهبوا فأنت مطلقا ويرد بذلك على كلام رسول الله حينما أطلق سراحه وسراحه أبيه أبي سفيان وسراح البقية بعد فتح مكة قال اذهبوا فأنت مطلقا وهذا كلام يذكره الإمام الحسن في إحدى خطبه يعني الإمام لو كان يعرف أنه إذا واصل القتال فإن معاوية يأخذه ويقتله لربما واصل القتال كما يصرح هو سلام الله عليه ثم تحمل يعني تصور رجل وسيد شباب أهل الجنة عاش في كنثة رسول الله وعاش في كنثة الإمام علي معززا مكرما حتى أن أحدهم قال لمحمد من الحنفية ما لعلي يقضف بك في لهوات الحرب ولا يفعل ذلك بالحسن قال الحسن والحسين بمنزلة عينيه يعني بمنزلة عيني أبي أما أنا بمنزلة يده الإنسان يدافع عن عينه بيده أنا يد الإمام علي لكن الإمام الحسن والإمام الحسين بمنزلة عيني رسول الله وكان الإمام علي يتعامل مع الحسن والحسين كابني رسول الله وليس كولدي صحيح أنهما كان ولدي ولكن لقربهما من رسول الله لمقامهما كان الإمام علي يتعامل مع الإمام الحسن كتعامله مع ابن رسول الله يقول ابني رسول الله على كل حال هذا الرجل العظيم يجلس تحت المنبر ومعاوية على المنبر يشتم أباه ويلعن أباه ويلعنه وهو تحت المنبر كم يحتاج الإنسان لقلب كبير مفعما بالإيمان ويتحمل هذا الموقف دفاعا عن دين الإسلام ولكي لا يعلن هؤلاء التمرد على دين الله عز وجل تحمل ما تحمل وفي نهاية المطاف سموه ثلاثة مرات يعني معاوية استخدم السم لحق الإمام الحسن ثلاث مرات وفي المرة الأخيرة مات بالسم بعد أربعين يوما فالإمام الحسن تحمل كل شيء ثم استشهد في سبيل الله وكان الولد الأكبر والصبط الأكبر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلناهم أئمة الله جعلهم أئمة لم ناسهم الذين اختار نحن نؤمن بأنبياء كانوا في السجون نؤمن بأنبياء كانوا أطفال نؤمن بأنبياء كانوا مطاردين كانوا بالسجون مو مهم لأنه معين من قبل الله سواء كان رئيس دولة أو كان حاكما أو محكوما الإمام الحسن سلام الله عليه إمام ولد إماما واستشهد إماما فسلام الله عليه حين ولد وحين عاش وحين قتل ونرجو من الله أن يحشرنا معه وأن نكون ممن وافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن تحملوا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين